أصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرامينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى موعد أحوال طقس على قناة البلاد عن حالة الطقس المتوقعة لنهار اليوم بحول لاف الارتراب الجوي دائما سيتواصل على الجهة الشمالية الغربية للوطن كذلك الوسطى ولكن سيبقى أكثر حدة على الجهة الشمالية الغربية يعني كمية الأمطار المحتملة تساقطها ولكن بداية من أمسية اليوم إن شاء الله على الجهة الشمالية الغربية دائما ستفوق 25 مم محليا خاصة بالمرتفعات الداخلية ولكن على الوسطى يعني بداية من ليلة اليوم إن شاء الله في الافتراب الجوي سيصل إلى ذروته يعني سيكون مرفق بأمطار تكون أحيانا تحت وقع رعود على المدن الداخلية القرد من السواحل الوسطى ولكن كمية الأمطار نوعا ما المحتملة تساقطها على المدن الداخلية القرد من السواحل الوسطى ستتراوح ما بين 20 إلى 25 مليمتر محليا خلال صباحة الإزدلاب الجوي سيكون ضعيف نوعا ما سيكون منفق بأمطار تكون أحيانا متفرقة عكس الجهة الشمالية الشرقية في الأجواء فيها خلال صباحة ستبقى نوعا ما ملبدة وغائمة كليا فالغيوم المسجلة فيها ستتؤدي إلى تساقط بعض القطرات الخفيفة إن شاء الله بداية من الظهرة أما على الجهة الجنوبية خلال صباحة نوعا ما ستتشكل بعض الغيوم الجزئية خلال صباحة على شمال الصحراء كذلك وسط الصحراء ولكن ستتلاشى إن شاء الله بداية من الظهرة وتصبح أجواء ربيعية وصافية على العموم درجات الحرارة دائما ستبقى مرتفعة خاصة على جهة الشمالية الغرب الشرقية نعم بالوطن خاصة المدن الداخلية الشرقية أين نوعا ما ستصل درجات الحرارة فيه إلى 30 درجة ولكن على السواحل لا تفوق عن 27 درجة بالنسبة للمدن الساحلية الوسطى وصولا بالغربية نوعا ما ستعرف تراجع مقارنة بي يعني درجات الحرارة المسجلة أمس ولكن فستتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة نسبة الرطوبة لا تفوق الـ 57 بالمئة ولكن على المرتفعات الداخلية للوطن خاصة الشرقية أيضا ستعرف ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة إن ستصل إلى 23 درجة سنسجلها على البيت كذلك نعمة 18 ببشر على الجهة الجنوبية الشرقية للوطن لا تفوق درجات الحرارة عن 38 يعني خاصة على منطقة الهوغر وأتسل وصولا بوسط الصحر كذلك أقصى الجنوب ستعرف ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة إن ستتراوح ما بين 34 إلى 43 درجة ما بين 18 إلى 27 على الجهة الجنوبية الغربية حالة التقص إن شاء الله لأمسية اليوم بالنسبة لحالة التقص دائما الإستراب الجوي سيتواصل وكما قلنا يعني الإستراب الجوي سيصل إلى ذروته بداية من أمسية اليوم على المدن الساحلية الوسطى خاصة الساحلية الوسطى الغربية وسيلتحق بالمدن الساحلية الشرقية خلال أمسية اليوم كذلك المرتفعات الداخلية ولكن على المرتفعات الداخلية خاصة الوسطى والشرقية للوطن ويمتد كذلك نحو شمال الصحراء فالإستراب الجوي هذا سيكون نوعا ما ضعيف يعني سيكون مرفق بأمطار تكون أحيانا متفرقة بنسبة للجهة الجنوبية الغربية وصولا بوسط وأقصى الجنوب فالأجواء فيها تقريبا ستبقى من مغشاة جزئيا إلى صافية على العموم درجات الحرارة إن شاء الله المسجلة لأمسية اليوم عن نسبة الرطوبة ستعرف ارتفاع خلال أمسية اليوم إن شاء الله أين ستصل إلى 98% ولكن درجات الحرارة كذلك ستبقى نفسها يعني استبقى درجات حرارة موسمية أين ستتراوح ما بين 15 إلى 16 على المدن الساحلية للوطن لا تفوق 11 درجة بكل المرتفعات الداخلية بينما الجهة الجنوبية على شمال الصحراء وصولا بوسط الصحراء كذلك الجهة الجنوبية الشرقية والغربية تتراوح فيه درجات الحرارة ما بين 11 إلى 22 أقصى أو أعلى مقياس المسجله بأقصى الجنوب دائما تقدر بـ 22 درجة كذلك فيما يخص أدرار وعين صالح بالنسبة لحالة البحر إن شاء الله البحر دائما سيبقى مضطرب على الجهة الغربية للوطن خلال الظاهرة سيبقى البحر مضطرب أي أن سرعة الرياح ستفوق عن 30 كم في الساعة وستكون تحت تيارات غربية تماما ولكن على السواحل الوسطى وصولا بالشرقية البحر نوعا ما خلال الصباح سيبقى من قليل الإزراب لا هادئ ولكن بداية من الظاهرة إن شاء الله البحر سيبقى هادئ وسرعة الرياح لا تفوق 25 كم في ساعة ستكون تحت تيارات شمالية غربية إلى شمالية شرقية بالملاحة وصيد البحر وصلنا إلى نهاية النشر الجميل لنهار اليوم فيما يخص وقت غروب الشمس بالجزائر العاصمة ودواحها إن شاء الله ستكون على الساعة السابعة وخمسة وعشرون دقيقة لقائبكم سيتجدد إن شاء الله أمسيتها اليوم إلى ذلكم الحين طالب في رواحكم سلام